أسفى جداً على بشعة المنظر ما عليش شو بأسا لا 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 ولا بشعة ولا شي حضرتك نفسك المنقبة لحلقة الماضي قلت لي بدي أطلع معيك لا 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 حضرتك منقبة أو حتى هيك لسبب لا أنا عابرة وخايفة بس ولا يهمك ولا يهمك هاي صفحة باسم مستعار صح وانتي طيبة يا رب هاي صفحة باسم مستعار لحتى ما حدا يوصل لك حقيقة اتفضلي رح ندينيك نودي متى الطريقة اللي حتى في يأتي اسمك حييلي أستاذ عبورك أنا كنت بحب جداً أصحابي المسيحين وبحترمهم جداً وشايفهم ناس كويسين قوي غير ما أنا شايفة فبتديت إن أنا عارت شوية على الناس علشان أكلمهم علشان هم اللي يجوا للإسلام فبتديت ألاقي حاجات جميلة قوي أبي 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 دي عايزة أقولك أثرت فيها إزاي ابني الحبيبة الذي بيه سريرد أحبكم في ملاخي في أول كلمة في أول إصحاح فيه آية كمان اللي هي بتعودوا على الركبة وتدللون أنا أمسوري مش فاكرة للنص بالضبط فحاجات كده فيها حنية وحب وروح مش أغلب سكان أهل النار هما النساء بعد كل المرمطة اللي إحنا متمرمطنها دي فعايشين حياة صعبة حقيقة شايفها المنظر؟ أنا مضطرة على فكرة أن أنا لحد دلوقتي ألبس الحجاب أنت موجودة بالمصال مش عارف ألعه؟ حقيقة أهلك أهلك فاكرين أنك أنت أستاتك مسلمة ومحجبة آه 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 من الأسف دي في مثلك اكتعار في مثلك بالآلاف بالآلاف بالشرق الأوسط في مثلك كتير كتير نفسي أتعمد مش عارف أتعمد عشان كده أنا يعني سبحان الله أنا بسط جدا بموضوع الحلقة أنا كنت بتصل أصلا عشان أسالك في موضوع التعميد ده وأنا مش هلاقي حد يعمدني ومحدش هيجي له الجرق أن يعمل كده فهل أنا ممكن مثلا في بحر أو في حمام سباحة ممكن نعمل كده في خدام كتار للرب في خدام كتار للرب وربنا رح يمد إيده ويساعدك وتتعمد يعني قريب خبريني عنك أنت اللي شدك للرب أنك كنت عم تعملي بحث لحتى تقنعي المسيحيين بالإسلام لقيتي حالك مسلوبة القلب لهذا الإله المحب الأب اللي حاطتنا بيحضنه وبيدللنا معنى الحب والأبوة غير موجود بالإسلام إيه إطلاقا إطلاقا ما في ولا كلمة واحدة بالقرآن بتقول حب ما في ولا كلمة في القرآن فيها محبة كلمة حب غير مذكورة في القرآن 600 ومش فاكرة و40 صفحة ولا كان كله خرافات كله قصص كله أنا جيت لو ما قريت الكتاب المقدس العهد القديم اللي كله بيقعد يقول ده ده موي ده مش عارفين خالص ده فظيع إيه ده أنا بحس إن أنا فعلا صدقيني كنز وكل ما برجعله بلاقي معاني أكتر يعني ممكن أقرأ الأية وأعديها وأجأ رها تاني أفهم معنى تاني طول ما أنت يسئل طول ما بتتعلمي بتحسي ببقى لا 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 حاجة حاجة مختلفة تماما ربنا يبارك حياتك يا نودي ويسهلك طريق إيمانك بخجل مسيحيين انت بتعرفي فيه مسيحيين مؤاريين العهد القديم بتعرفي انه فيه ملايين المسيحيين اللي ضحك عليهم إبليس وقال لهم لا هاي التوراة مولا قلنا وبطلوا يقروا أو قالوا لهم فيه كم آية عن القتل أو كذا وصدقوا وبطلوا يقروا انت بتخجلي كتار مننا يا حبيبتي انا دورت لما لقيت العهد الجديد بيقول عكس كده فقلت استحالة دايب اهو ده لما لقيتك انت عملت حلقة عن العنف في الكتاب المقدس تابعتها كذا حد برضو اتكلم في الموضوع فتابعته فابتدي تفهم الكصص بقى ايه مش زي ما الناس بتبص من بره كده وخلاص وعلى فكرة عايزة لك على حاجة قل ليلي بعدين بسألك انا سمعت حلقة العشور كانت من قريب قاعدة تدور على الموضوع ده جدا فلاقيت البصت فانبسطت قاوي لان انا بتبك قاديلي فترة فعايزة قولي ان انا جربتها وبقالي شهرين اللي انا بطلعه بيجيلي عشر اضعافه كل ما طلع يجيلي عشر اضعاف فمسوطة قاوي قاوي جدا ربنا يبركك يا حبيبتي ويبرك خدمتك حبيبتي نشكر الرب حلقة العشور لمسة كتار واللي جربوه كلهم مثلك قالولي كأنه سحر يعني انا لما طلعت انت قالت له انا ماني مستفيدة شي اذا بتدفع عشورك هو مو لقلي انا معمللك تعطيني مسترياتك لقلي فاذا بتدفع عشورك رح تتبارك عشر اضعاف اذا ما بتدفعه رح يتاخدوا منك انا ويهن رايحين رح يستوفي عشوره وفعلا جربوه اكتر ومتوقعوا يعني في عالم كانوا خايفين في عالم حب المال معمي قلبهم فانا يا الله كيف بدي ادفع هذا الشهر انا ويعني بصعوبة عم كمل شهري لما دفعوا وتباركوا عشر اضعاف كله رجع لعندي وفي منهم بدموع انه ما عم بيصدقوا انه ربنا هالقد سريع الاستجابة فنشكر ربنا حبيبتي عليك وربنا يباركك بدي اصعلك سؤال يا حبيبتي لاي مرحلة انت واصلة جاهزة للتضحية من اجل يسوع المسيح يعني انت بتعرفي ممكن تقضي حياتك وامشي اقول انا مسيحية نفسي امسك الصليب وامشي في الشرق اقول انا مسيحية انا عايزة اقولك ان انا لما بسافر بلبس الصليب بلبس السلسلة وبلبس الصليب وببقى مرعوبة مثلا ان حد يشوفني لا بس انا عايزة لبسه انا فرحانة بي حاسة بيه بفخر ابي الذي فاداني وخلصني ومسحني وبيخاف علي وبيحبني ومعايا في كل حاجة وجنبي وحاضر حضور حضور بحسه مش واحد بدعيله وافضل سجداله ووطي في الارض وهو فين هو مش موجود والموسيقى مش حرام يا جماعة والكلام الحلو والرومانسية والحب مش حرام والحاجات اللي كانوا مقفلينها عليها احنا كنا انا حاسة ان انا كنت في امسوري في باسكت في باسكت مليانة قرف ودفنا نفسي بالحياة دفنا نفسي بالحياة وصعبان علي جدا على فكرة كل المسلمين عارفة الاية بتاعت تعرفون الحق والحق يحرركم حقيقي هم ما يعرفوش الحق عشان كده هم عقلهم ما تحررش مخوهم مقفل زي ما هم فربنا يحرر عقولهم وبصلي ان ربنا يعني مش عارفة هي امنية اوفر مثلا او رومانسية زيادة ولا لأ بس انا نفسي في يوم واحد سلبان تطلع في السماء ربنا يتمجد يقول للناس كلها ان المسيح هو الله مش اي حد هو الله هو المسيح الذي صلب لأجلنا والذي مسحنا وفدانا خلصنا امين ربنا يكمل معك يتابع معك بسلي لأجلك تتعمدي عن قريب شوفي احقلك شيء لقلك ولاكتر هذا الشيء هو حالة استثناء تمت بي الكتاب المقدس في عالم بتقلك انه ممكن هاي الصبية بحياتها ما تلاقي حدا يعمدها مثل ما قالت هل هي ما بتخلص طب شوفوا ايمانه شوفوا عشقة للرب الاله اللص اللي كان على بجانب يسوع المسيح قال له يسوع المسيح اليوم تكون معي بالفردوس لما امن وقال له يا رب اسكرني متى اتيت الى ملكوتك ما في وقت يقل له نزلوا وعمدوا وطلعوا على الصليب مرة تانية في حالات استثناء ربنا هو اله المستحيلات هو الاله اللي بيشتغل ولا يصعب عليه ولا امر بس انا واثقة واثقة انه هو رح يحط بطريقك خدام رح يفتح امامك طرق لحتى تعيشي الحياة اللي انت حابة تعيشيها تعيشي بفخر المسيحية وبدون خوف مع المسيحية ما في خوف لما بتتعمدي وبيحل عليك الروح القدس هذا الروح هو اللي بيحميكي وبيحصنك بيعطيكي ثمرة من ثماره هي القوة اللي ما حدا بيقدر عليكي واللي بتدوسي الحياة والعقارب وكل قوة العدو وابليس واعوانه وما حدا بيقدر عليكي ربنا يبارك حياتك يا حبيبتي ربنا يباركك ما عليش ممكن اتقالك سؤال ايه انا بالنسبة مثلا لو حد عابر عنده ولاد يعمل ايه يعني يتعامل ازاي مع ولاده الموضوع صحبه قوي ومحتاجين فيه ان يبقى فيه تدخل من جانب نفسي لو تقدر يتفيدينه في حاجة زي كده يبقى ياريت قوي وكنت عايزة اسألك في حاجة تانية انا حلمت اول حاجة لما كنت بقول يا رب عارفني عن ذاتك في الاول خالص بحاجة اسمها ختم سورياني هل ده لي معنى ولا ده ختم ايه سورياني اول حلمته بس ما شوفتش غير ان انا اخدت ان زي ما يكون اسمي مكتوف ورقة ومحتوت قدامها ختم سورياني هل ده لي معنى اي فيك يعني الختم بالكتاب المقدس انا عملت حلقة عن الختان اللي هو موجود بالاديان الاخرى وقالت شو الفرق بينه بين ختم الروح القدس الذي يعطى لابناء الله كيف انت تختمي بيعطيكي ختم على جبهتك بيعطيكي ختم لحتى قوات العدو ما تقدر عليكي بالنسبة للعابر اللي عنده بس انا ما كتير شاطرة بتفسير الاحلام يعني ممكن حدا يفسر افضل مني خلي ختم سورياني ما عندي موهب التفسير الاحلام بالنسبة لو عابر عنده اولاد او متزوج العابر كان قبل متزوج من مسلم مثلا انت متزوجة لسبيل المثال من مسلم عندك اولاد منه ولكن انت عبرتي كيف تتعاملي مع هذا الموضوع وعود ربنا اليك بيقول تخلص انت واهل بيتك شوفي الوعد هذا شو حلو تمستكي بهذا الوعد اللي لو انا سلمتك ولادي انت صعب عليكي بهذا الوضع اللي انت فيه تقدري تعرفي ولادك على طريق الرب ولكن رح يلمسوه فيك لو ما قلت بي باللفز رح يحسوه بطريقتك بمعاملاتك بتمجيدك بكلامك ما بيتخبى الايمان مثل الحبل ما بيتخبى فربنا رح يشتغل معه كرمالك انت رح يخلصك ورح يخلصون رح تلاقي بعد فترة في كتير عالم حتى زوجك اذا كان متزوجة او بوضع معين وقاسي القلب ورافض تماما انه هو يلحقك بعبورك لح ترقي ربنا اشتغل معه سواء بمعجزات سواء باحلام سواء برؤى سواء بعقاب او سواء بانه لو اضطر الامر انه يظهر له ويقول له تع تع يا شاول حاش تضطهد بنتي اذا كان عم يضطهدك تع يا فلان خلص وقف هاي البنت لقلي فربنا اله حي وقادر معه ما منخاف من شي ولا منعمل احساب شي ولا منعمل احساب لبكرة لانه هو اله اليوم وإله بكرة حبيبتي ربنا يترجم والحق والحياة امين امين عايزة اقول ما عليش حاجة بس للمسلمين الحلوين اللي عملين يدخلوا لا اله لالله محمد طب ما تروح تقولها في حتة تانية وبعدين اللي بيقول لا اله لالله محمد رسول الله طب لما هو محمد رسول الله حضرتك بس تقرن في موقف واحد بس موقف الزانية الموقف ده أصر فيها تأثير رهيب يسوع يقول لها اذهبي بسلام ايمانك قد خلصت انما محمد لما جات له الزانية بعد قلت له انا زانيت وعايزة تطهر قال لها اذهبي حتى تضعي تولد وبعد ما ولدت رجعت له تاني من النهية متأثرة من موضوع الزنا قال لها روحي لحد لما تردعي تردعي البيبي سنتين اللي هو حولين ده بعد ما رجعت له تاني قتلها رجم كل الصحابة رجموها حتى الموت ولما الدم بتاعها ترتش على احد من الصحابة مش فاكرة كان الاسم ايه رح قال له كان ارفان بقى ان الدم جاء عليه فرح قال له دلوقتي هي ودمها بقى طاهر هل تقارن الموقف ده والموقف ده هل ده دين ده اللي من عند ربنا ولا ده اللي من عند ربنا بس ربنا يبارك خدمتك ويسعدك وانا اتمنى بجد ان انا دايما بقى موجودة معاك لان انت في جد انت شتيني كتير وتعلنت منك كتير وبحبك قوي كل سنة حبيبتي وانت طيب يا حبيبتي وانت طيب وربنا يبارك حياتك ويكمل معك ونشهد فيك نشهد فيك صيادة نفوس عظيمة ليسوع المسيح بالمستقبل انا هيك بشوف فيك يلا تبقى بخير يا حبيبتي وانت حبيبتي مع التسليل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة